المترجم للقناة ملعبش مباراة واحدة تم الدفع به في جدل كبير أثير مبارح كان كابتن خلد الغندور وكابتن يشام حنفي في ضيافة الزميل العزيز سيف زاهر خلد الغندور برضو تأكيدا على أهمية شريف طرح سؤال مهم أو مقاربة مهمة محتاجة عليها الدنيا قامت وما قعدتش على إزاي كارلوس كيروش ما يضمش محمد الشريف إزاي ده الجنن ده هدف الدوري ده حسن العيف ما عرفش إيه في الدنيا ما عرفش إيه جي موسيماني قعده مطشين صح وبرسي تاو لعب وجاب جنين أه برسي تاو ده نمرة واحد ده ما فيه زي واثنين في البلد كما حدش انتقد موسيماني ليه مش معنى كارلوس كيروش ما هو موسيماني نفسه بأن هو قعد محمد الشريف على الدكة ده اعتراف من موسيماني إن كارلوس كيروش كان عنده حق الدنيا طيب يا كابتن خالد الدنيا قامت وعادت وما عادتش لأن ما فهمتش سبب غياب أفشاء ومحمد شريف وبعد كده بدأ تردد إن الإجهاد وإن هما ما قدرواش يقدموا المرضود البدني خلى الراجل اللي يقول لهم دوركوا لسه حي يجي طيب تعال بقى ترجع للنادي طيب ما انت عندك لعيبة ما تقدرش تلعب على بن شارق في الزمالك انت عندك لعيبة في النادي الأهلي تقدر تريح بعضها والنهاردة بيرسي تابو اتقدم في ماتش الإسماعيلي لكن شريف رجع الملعب في ماتش البنك لأنه هو أسلوب لعبه وخدراته محتاجينها في الماتش دي في اللحظة ده وكان عند حسن الزين وهو ده المطلوب من شريف إنه ما يسمعش الكلام ده يا كابتن شريف خلاص كابتن خالد بص كابتن خالد الغندور بسم الله ما شاء الله عايش هذه الحالة ومش هيخروا براه الأهلي اشمعنا الأهلي والأهلي بيعمل والعبته بتسوي وانتوا فاكرين ايه طمانتوا بتعملوا طمانتوا بتسوي خلاص خدوا بقى على كده لكن اللي همنا بقى رأي الناس في شريف شوف الحارس طيب قبل ما ناخد رأي الناس في الشريف بس عشان المقاربة دي ما بين رأي كروش ورأي مستر مسماني مبدئيا احنا اعتقد كنا من أكتر الناس اللي قلنا كروش من حقه ياخد اللي ياخده يسيب اللي يسيب ما هاجمناش اختيار خلاص بس قلنا وقلنا يا جماعة صحيح انه شريف هدف الدوري وصحيح انه هافشة احسن واحد في المسابقة لكن من حق الناس تعرف اسباب الاستبعاد عشان لو عندها نقص تشغل عليه او الجمهور يبقى عارف اسباب الاستبعاد وهو غير مطالب انه يبرر بالمناسبة وقلنا هنا انه الجهاز المعاون لازم ان يتدارك حتى كنا تكلمنا على مصطفى فتحي انه التلاتة ما كانش يستحقوا يمشوا او استبعادهم كان مفاجئ فاستبعادهم كان مسير للتساؤل لكن الحق حق كارلوس كيروش حق اي مدرب يستبعد اي حد لكن لو هتقارب بقى بين القرار والقرار لا انصروش مختلف ومسلماني قعدوا احتياطي مطش وامبارح في المؤتمر الصحفي بالمناسبة ايوا بيت ومسلماني مبارح هو بيتكلم في المؤتمر الصحفي قال لهم وفي ايه المشكلة ان انا قعد لعب عدك انا عندي شريف جايب للسنة اللي فاتت 26 هدف واقعدت احتياطي عشان ظروف المطش او حالته او او يعني هو حر او عايز يشوف حاجة في اسبابه هو حر او طريقة اللعبة اللي عايز يجربها في اسباب كتير الراجل مش مطالب انه يقولها للناس لكن لكان الاستبعاد هدفه او سببه ان انت بتقلل من شاء شريف ولا استبعاده كان لأكتر من مباراة على الدكة ماهيش دي القضية عشان تحدث هذه المقاربة وشوفه ومش قلتلكه وانتوا كنتوا غلطانين لما قومتوا الايامة علشان استبعاد شريف من المنتخد لا خالص ده احنا قلنا يا جماعة لازم ان نعود الجمهور انه المدرب هو صاحب الحق الكامل في الاختيار بس يقول لللعيب عشان تعمل نواقصها او على لقل يحفظ عليها معنويا وكان ساعتها كابتن واقل جمعة تواصل معايا قال لي الاتصال بيهم تم مع كل اللاعبة اللي استبعدوا حصل اتصال وحصل تواصل والرجل قال لهم انتوا كلكم معايا في المرحلة اللي جاية دي مقاربة ما كانتش في محلها ابدا لكن الاهم والاغرب اللي جاي هو جاي باتنين اللاعبة ميكي سوني وتاو بص وحشين حلوين هيدديهم بس حابوا من النهاردة الاتنين مع بعض مش مشكلة بس بدأ بيهم وهيبدأ بيهم ماتشاط اللي جاي وفتكر كلامي هو هو اللي جاي بالصفقات هو اللي مختار الصفقات دايما المدير الفني ما بيختار صفقة بيدافع عن صفقته ما بيخلص عليها ده ده قولا واحدا وبالتالي هو اللي جاي بالصفقات والصفقات دي جاي عن طريق كمان وكالة زوجته وبالتالي هو هيفضل طول الوقت يدفع بالصفقات دي ويلعب بيها عشان يقنع الناس ان هو ولو مش كواسي مش قدر يسرع اختياراته سليمة صح مع الوقت صح لا مش صح مش صح وستاذ إبراهيم عنده كلام حسبهولي ويقوله لكن انت مشغول يا أخي هالفاضل انت طالع اعلام يعبر عن نادي الزمالك عشان تقول هو الزمالك بتهاجم ليه الزمالك ياجب كذا تفسر نقطة القوة بتاعت فريتك وتعليها مش عشان انت موركش حاجة كان فيه برنامج كان فيه برنامج ولا بلاش في الإزاع زمان مش البلاش فما شاعدين والله تدور انا على خريط الإزاع زمان لا حاولها لك بيني وبين البعض انتمنى لكيه ترجمة نانسي قنقر